أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع العين السخن العالمين مرسى مطروح وذلك في المسافة من العالمين حتى وادي النطرون بطول 180 كم كما تبع الوزير أعمال التشتبات الخاصة بمحطة النبرية التي تخدم مدينة النبرية والمسافرين منها وإليها كما تخدم أعمال نقل البضائع التي تنتبه المدينة الزراعية والمصنع بها أيضا وذلك عن طريق رصيف الشحن الذي يخدم قطارات البضائع وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن أعمال تنفيذ شبكة القطار القهربائي السريع تدسد ملحمة يتم تنفيذها على أرض مصر